أكد وزير الخارجية سمح شكري حتمية التصدي لمظاهر الكراهية والتعصب وتفشي الإسلاموفوبيا وحوادث حرق نسخ من المصحف الشريف بأذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجيات الدولي منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة على هامش اجتماعات الدمعية العامة للأم المتحدة حيث اعتبر شكري أن هذه الجرائم تضييقا للحق في حرية الدين والمعتقد مشددا على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال مظهرا لحرية الرأي والتعبير كما أكد شكري ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية